كان معزة حكاية على البنك الافريقي في تونس ورحيله من بلادنا والسؤال المتروح زيما البنك هذي علش خرجت من تونس وعليش 3000 موظف اللي كانوا فيها عملوا حملة كبيرة متاع مندويت البلدينهم ويخرجوا في فلوسهم من بلادنا بالعملة الصعبة معزة حاجة منصور الناس كل تسأل فيه سؤال هذي قد غامض علش من الاسباب الرئيسية التي لا يعرفها الكثيرون أن البنك الافريقي للتنمية تورط في نزاة مع بنك ألماني United Credit Bank منذ سنة 1994 قرض البنك الألماني أقرض بالمارك الألماني البنك الافريقي للتنمية سنة 1994 نشأ نزاع بينهما حين كان رئيس الحكومة الأسبق 2011 الباجي قايد السبسي المكتب المحامات للباجي قايد السبسي وشقيقه وانتصب يدافع على الشركة الألمانية واني يجب أن تكون سلاسعة التقاضي بتاعه يكون تبقى شروط العقد في بريتانيا خرق الباجي قايد السبسي واستغل نفوذه وأصبح هو الذي ينوب ضد البنك الافريقي للتنمية أكبر ممولة الدولة التونسية ألمان وأنه الأموال مخصصة للكونجو وقتها تم حرب أهلية مهيش في تونس الأموال في الكونجو بش نوضحه للألمان غالطين كيش كاو بيه غالطين لأن العملية كانت مرتبة مع مرتب المحامات في تضارب مصالح البنك الأكبر بنك يقرذك سنة 2011 ادخل في نزاع ضد رئيس الحكومة متاعك خرج الباجي قايد السبسي وقعد الملف يترنح بين الاستناف والتعقيب مرة بمرة والحرب وسجال بينهم 2014 الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة الرئيس للدولة استمر نزاع لفائدة ضد البنك الافريقي للتنمية ضربت مصالح هذا البنك راسلوا فما عدة مراسلات يحذر فيها الدولة التونسية أنه سيغلق مقراته في تونس لم يستمعوا إليه كل جميع استمعوا رأى وأبلاغنا جميع الأحزاب والراقبوا فيه الملف ذايا منذ سنة 2011 واتصلنا حتى بقضاء نظروا في هذا الملف وفما قضاء شورفاء معناها بدتوا في هذا الملف لمصلحة الشعب التونسي أولاد شنو اللي سأتخذ قرار بمغادرة تونس وخرجوا من مقراتهم واعتبروها مقر ثاني وتوقفوا عن الإقراض وخلقوا لك وخلقوا لك يعني ما يشبه العمليات التعطيل للقروض متاعك شو نلقاوه في الملف التعقيبي سيلاسح نلقاوه أن مكتب القايد السبسي للمحامات يسرح من بينما يسرح أن هذه القضية في كلفتها كلفة أجرة المحامات في الطور الابتدائي والاستنافي والتعقيبي واسمعوا المبلغ يسرح المكتب المحامات لرئيس الدولة أن أجرة المحامات سبعمائة دينار عندي الوثيقة لو عندي ملف سبعمائة دينار في تهرب ضريب يمارسه رأس الدولة ونقولوا الكلام هذا لأنه هذا يثير الخزي ونقولوا الكلام هذا لأنه ضر بصالح العام لأن القائم على الدولة كان يخاص البنك كان يقرضه وكان شو أصار يزميفه متواسع أنه البنك الإفريقي للتنمية حين كان يدخل الحاكم امتعه إلى تونس يستقبله رئيس الحكومة الأسبق محمد غنوشي ورأساً يرسل إلى قائس القرتاج وحفاوه مبالغة ونزيدك ومتعهم الرئيس الأسبق لحفظ مصالح العليا للشعب التونسي بحصانة قضائية وحصانة أمنية وحصانة دبلوماسية وخلق لهم امتيازات في هذا البلد من أجل أنهم يجلبوا أمواله وخلق لهم امتياز في توريد الأموال وفي تصديرها تحويلات والتحويلات هذه التحويلات المالية بتاع البريد اللي متحهم بها البنك المركزي في عملية استثنائية هي التي تسببت فيما بعد في حكم قضائي بألف مليار من أجل أن نضربوا أحد أكبر صروح المالية في البلد وحتى الألمان بالله خنكمل وحتى الألمان وقت اللي يشكيه لهنا هو لويش ما تمشي استعمال تلك الأموال لأنه وقت الكونجو في حرب أهلية والبنك الأفريقي للتانمية عنده الحق كيفاش أنت تنظر في قضية يجب أن يفتح تحقيق بهذا الخصوص هل يعقل أنه قضية من نوع هذا أنت بشتبت فيها وما تنظرش في مني في العقدة لثم بنت تحكيمي في العقدة وأنه راه هيئة تحكمية موجودة في لندرا يجب أن يفتح تحقيق بهذا الخصوص يجب أن يفتح تحقيق معمق في الفترة التي شغلها الوزير الأسبق للتنمية اللي كانت عنده هو العلاقة مع البنك هذا اللي هو الوزير الأسبق ياسيم رهيم وما الذي حدث في عهده من ملفات الفساد بما فيها تدمير العلاقة مع البنوك المقرضة خاصة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية مش نزيدك يا هدية سي محمد ليك انت مش هدية ملغومة بارك لا لا هدية باه يا أسد علي وفي الحروب نعامة في بالك يا سي محمد أن الصلح الديواني يجرى خارج إطار القانون من سنة 2009 من غرة جامب 2009 في بالك تعريفة الصلح أحنا حرصنا وقت اللي جاءوا مش يعملوا مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأنا كنت حاضر في البرلمان حرصنا وأنه تعريفة الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية تضبطوا هي مش مضبوطة أنا حرصت لا سنة أنا حرصت على ذلك طرش عليش عليش لأنه قبل وضع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في غرة جامب 2002 في الوقت ذلك كانت أنت نعملك 20 والآخر نعمله 1000 دينار واضح بالوجوه كانت مسايبة وبمقتضى شنوه بمقتضى مذكرة إدارية صادرة عن المدير العام للإداءات واضح أنا كريتك الخنارة ذاكا وكذا كذا كي جاءوا بشي عملوا مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قلتوا لهم ردوا بالكم إذا كان مش نصوا على الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية لا بد من تعريفة وسمعوا كليني طينا أبعى ثالك التعريفة كي جاءوا عملوا كي جاءوا عملوا المجلة هذه وأنا كنت حاضر وعطيوا هالي النواب وعملت عليها فهمتي ما كذا وقلت لهم رأي غير دستورية المجلة الديوانية الفاسدة الآن وعملت لهم مقارنة مع المجلة الديوانية الأوروبية وقلت لهم هذا هذه فاسدة تعرف وقت اللي يدخل الله يرحموا سيمونجي كتلان في اللجنة وكذا وقرأ الملاحظات متاعي خزرت له التجمعية رئيسة اللجنة قلت له والله سيمونجي هذه ملاحظات ثورية من نجمش نرفحها الرئيس البرلمان سنة 2008 وضح الرأي العام خلو ما نوضح الرأي العام جريمة هذه مفسدة تاو مش البارح تاو أنا ما نحكيش رأو على البارح أنا ضد الحكايات على البارح تاو رأوا الفساد اللي نحكي عليه رأوا تاو وزاد بصيفة خيالية ما تتخيلوهاش وان فساد في تونس مقنن ما يعرفوش ولا لي كذبوا عليكم حتى للبارح يقولوكم بش مكافحوا الفساد رأوا مقنن وهما يرأو اللي يقولوكم نحن بش نكافحوا الفساد هما في رعاية الفساد والإجرام اللي نحكي عليه اليوم 322 حكينا على الصلح لكن ما عطناش التعريفة والتعريفة يا سي محمد بالدستور الجديد في الفصل 75 يجب أن تضبط بقانون يجب أن تضبط بقانون حاجة أخرى وقت اللي جاءونا 322 في 2008 دخلت المجلة غورة جامب 2009 قانون نرى وثمى لجنة على مستوى مركزي ولجان جيهوية بش تنظر في المطالب شنو أقولكم الأمر امتاحها لم يصدر إلا في أكتوبر 2018 لجنة تنظر في الصلح اللي الديواني هذي هو جاء جاء لنرى واشتقدموا مطالب لجنة مركزية ولجان جيهوية حسب المبلغ شنو أقمر لك الأمر اللي نظمها وحكيت عليه في فضائية سنة 2011 بش تفهم الفساد المنظف في البلاد أنا شبطت الحكاية هذية في مارس 2011 في إحدى الفضائيات هني ما سميت هاش وتعرفها أنتي حكيت عن النقطة هذية وضبات في الديوانة بيدهم داخل وقالوا لي والله لم نتفطن إلى أنه الأمر لم يصدر بعد وقتاش اصدر وكذبوني في اكتوبر 2018 باهي التعريفة التعريفة ظبطت بمقرر غير منشور من قبل وزير المالية في مارس 2019 يا محمد وفي دوسن على الفصل 65 القديم وال75 الجديد هاي سيدي القديم دستور 2014 في دوسن على الفصل 65 لأن التعريفة يجب أن تضبط بقانون وليس بمقرر فهمت داخلي يكتبه وزير واضح والجريمة متواصلة إلى حد هذه اللحظة ولكدو متاعك ويش نعطيه لكتو حسب تقرير دائرة المحاسبات هذا نعملولو الصلح ب10% وثما واحد عملولو ب120% والي يحب يكذبني من الخو يا يكذبني واحد نعملولو الصلح ب10% واحد نعملولو الصلح ب120% من المعاليم المتفصة منها هذه الكدومة لك يا سيمو حمد الفساد منظم يرعاه لا يكون بسقن بييد المائta على خاطر في النظام منطاع الهرام منطاع القوانين ما عندنا الدستور وعندنا المعاهدات وعندنا القوانين وعندنا تحت المنشور الإداري نحن في تونس مقلوب المنشور الإداري يحكون في الكل وعندما يتعلق الأمر بعقوبات محمد باش نفسر هالك ونفسرها للح Jon الي نتوه هى قاعدين يدمر في البلاد اراه عندما يتعلق الأمر بعقوبات اراي المسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى هذهك في البلدان المتطورة المسائل هذه تعالج بالقوانين أي بنصوص تشريعية انظر فيها البرلمان مش بمذكرة وليس بمذكرة بمقرر إدارة مصدر وزير جاهل عطينه مسؤولية هذاك تفاعل إيجابي مع القضايا الحيوية في الدولة وين ضايع أموال الدولة في الخلاصة لاحقا شو نلقي قينا قينا أن البريد التونسي تبقت عليه قوانين قاسية رغم أنه مؤسسة عمومية حكومية ملك الشعب التونسي في المقابل نفس أجهزة الدولة اللي فيها البنك المركزي والديوانة والمكارف العام بيزاعات الدولة جميعهم يتهونون في تطبيق القانون في قضايا أخرى يعني تبقوا عليهم نظام التعريف الأعلى بالنسبة للبريد التونسي والبقية يتغذوا عليهم وذلك نحن انتصبنا للدفاع المؤسسة وطنية هي البريد التونسي شعمال طبقا منشورا